سلم مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية خمسين حقيبة تمكين اقتصادية للمستفيدين من أسر الأيتام في محافظة المهرة ضمن مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادية المرحلة الثانية عبر الشريك المنفذ مؤسسة يمان للتنمية والأعمال الإنسانية وفي التسليم أشار وكيل أول محافظة المهرة العميد مختار الجعفري إلى همية المشروع ومساهمته في مساعدة أسر الأيتام للانطلاق إلى سوق العمل بما توفره لهم حقائب التمكين من أدوات لإنشاء مشروع متكامل ويهدف المشروع إلى كفالة 1300 يتيم ويتيمة بشكل مباشر من أسر الأيتام في ثمان محافظات يمنية هي عدن لحج مأرب المهرة حضر موت الحديدة وتعز والجوف وذلك لمدة عام كامل والذي من خلاله يساهم في خلق فرص عمل مستدامة للأسر التي فقدت معيلها وتحويلها إلى أسر منتجة